أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية في الاجتماع الأمني اليوم للكابينت كان واضحاً تقرير الشنبيت بأن حزب الله يحاول أن يصل إلى رئيس الأركان في مقابل روح شكر هذا هو التطور الاستثنائي الذي جعل من درونات حزب الله ترفع من كثافة طيرانها في مناطق حساسة وحول نطاقات يتحرك من خلالها ليفي إن الوصول إلى أحد المسؤولين الإسرائيليين جزء من مهام يحاول جهد الإمكان حزب الله أن يرد هذه بتلك شكر سيكون ثمنه رئيس الأركان أو أيضاً مسؤولاً كبيراً لذلك فسموتريتش اليوم وبعد توزيع هواتف الأقمار الصناعية لكل الوزراء وحركة بنكفير اليوم في المسجد الأقصى وفي مناطق أخرى الآن تحت ضبط آخر هناك كادر جديد لحركة كل من سموتريتش وأيضاً بنكفير ورئيس الأركان هذه الأسماء اليوم هي تحت المراقبة الجديرة باهتمام الجيش والمخابرات لأن الشنبيت تتحدث عن تقرير تجعل من هذه الأسماء في اللائحة السوداء فيما في الاتجاه الآخر المخابرات العسكرية تفتح الأمر على أسماء قد تكون مؤثرة في القرار السياسي أو العسكري داخل إسرائيل ومهم جداً أن الوصول إلى أحد رجالات إسرائيل في هذه المرحلة يعني أن هدفاً بهدف وقائداً بقائد ومجرد الوصول إلى أن يكون هذا الوضع قائماً هذا معناه أن المعادلة ستذهب إلى جعل الردع جزءاً لا يتجزأ من هذه التطورات الأخيرة إن معادلة قائد مقابل قائد هو الذي يحاول حزب الله الوصول إليه في هذه المرحلة الحساسة من الصراع اليوم وكفيلاً بأن يكون لهذه الضربة أساس جديد يعمل عليه كل من الإسرائيلي وأيضاً حزب الله في تطورات المشهد لأن المشهد الآن مشهد معقد إلى بعد حد ويحاول حزب الله أن يصل بالردع إلى أن يكون في هذا المستوى وهذا كله سيعطي لحزب الله أولاً أن جهاز استخباراته وأيضاً لاعتماد على دروناته التجسسية سيكون لها ما بعدها لذلك فبالنسبة لحزب الله معادلة تجعل من هاليفي وأيضاً كل الوزراء الذين يصلون إلى الشمال فهناك أولاً محاولة قسر من جلنت لهذه المعادلة انطلاقاً من زيارة الأسراب الجوية أو القواعد على وجه التحديد وخصوصاً لسلاح الجو كي يكون الرد من سلاح الجو فورياً أما بالنسبة لكل من القواعد البرية والقواعد البحرية فلا أحد من المسؤولين الآن انتقل إلى هذه المناطق كانت برية أو كانت بحرية كحالة ناقورة مثلاً وقد ضربها الحزب من أجل التأكيد أن هداف البحرية لا يتجزأ من بنك الهداف فيما سلاح الجو وقد أفرغ قاعدة جوية صورها الهدهد إذن كان هذا بمثابة إعلان أن سلاح الجو قد يكون له رد فعل مختلف فإما حالة الإخلاء أو حالة الاستعداد للضربة إذن أمامنا هذا التطول للسفنائي لأن جلاند يحاول الآن أن يقود معادلة تجعل من سلاح الجو هو السلاح الرئيس في هذه المعركة إذن هذه مسألة أساسية أولى المسألة الثانية أن محاولة ضرب أحد قادة سلاح الجو مهم جداً في هذه الحرب ومجرد وصول حزب الله إلى أن يضرب قائداً في سلاح الجو هذا معناه أننا أمامه على غير مسبوقة إذن هناك خلاصة مركزية وأساسية أن رئيس الأركان مستهدف إلى جانب أي قائد لسلاح الجو في تعبيرات الشنبيت لكن في التعبيرات الأخرى لإستخبارات العسكرية فإن كل قائد ميداني هام سيكون الهدف من جاة أولى فإن هذا القائد يجب أن تكون الأضواء مصلطة عليه بالشكل الكافي إذن هذه مسألة رئيسة بالنسبة للإستهداف الآن وهذا الذي يشكل عقدة لأول مرة لأن معادلة أن سهدف قائد أو معادلة قائد بقائد هذا هو التطور الاستثناء لاستخبارات حزب الله وهذا قد يعطينا إشارة قوية لما أرادته الآن إسرائيل تحصين مباشر لكل قوادرها ولكل أطورها خصوصا العاملة في شمال إسرائيل أن القادة الذين كشفت أسماؤهم وهذا أمر واضح كما حدث لإحدى القواعد الجوية فإن هناك إبراز شديد الأهمية لجعل رئاسة الأركان في مقابل رئاسة الأركان وهذا تطور استثنائيا حاول أن يكسره جلانت لكن اليوم تؤكد المخابرات العسكرية بأن جلانت أيضا في دائرة الاستهدار لتقول الشنبيت بأن الأمر لا يتعلق بجلانت لأن الموقع موقع سياسي على وجه دقيق الأمر يتعلق بالوصول إلى رئيس الأركان أو نائبه أو أحد الذين لديهم مفاتيح القرار العسكري وضمن هذا الاستهداف وقد اعتبرته استهدافا ميدانيا لذلك فإن اغتيال شكر سيكون باغتيال قائد ميدانيا في شمال إسرائيل وقد نرى أن هناك إصابة قد تصل إلى جنوب حيفا ففي هذه المنطقة كلها ستكون دائرة الاستهداف وإن كان هناك قائد في تل أفيف فيمكن الوصول إلى تل أفيف إذن لدينا النقطة الأولى تل أفيف لأن الإصابة التي كانت لشكر في الضاحية الجنوبية لبيروت لهذا فأيضا تكون ضربة قائد عسكري ميدانيا في تل أفيف ثانيا قد تكون في حيفا في مقابل البقاع ضمن المعادرة وأيضا في جنوب حيفا وفي آخر المطاف في الشمال ولذلك فإن حركة القادة الميدانيين الآن لها ترتيبات أخرى حسب الشنبيت وقراءة أمان المخابرات العسكرية ومخابرات الأمن العام وفي كل الأحوال فإن هذه الترتيبات الآن تجعلنا أمام أولا كما قال حسن نصر الله بيننا الأيام والليالي والميدان والميدان على وجه التحديد أي أن الاستهداف سيكون لقائد ميداني وهذا هو التفصيل الشديد الأهمية بالنسبة لما نوقش اليوم في كريات أمام هذا الاجتماع الأمني السياسي للكابنت والذي أوضحها حسب تقرير للشنبيت وأيضا لأمان وبإجماع الجهازين بأن حزب الله يريد أن يصل قائد ميدانيا يؤثر في التسلسل القيادي وهذا أهم جدا وبالحرف فإن محاولة ضرب التسلسل القيادي هو أهم ما يريده حزب الله في هذه المرحلة فيما يريد مواصلة للسنزاف إلى حين وقف إطلاق النار في غزة تثبيتا لعقيدته التي لطالما كررها دائما لا وقف لإطلاق النار في شمال إسرائيل شنوب لبنان إلا بوقف إطلاق النار في غزة وهذه المعادلة ثبتها ما بعد شكر ولم يستطع نيتنياهو أن ينقل أو يعيد صياغة ما يجري الآن فحرب الاستنزاف لا تزال متواصلة والحرب الشاملة لم يصلها ولا يستطيع إليها سبيلا وفي الحالتين فهناك أزمة حقيقية للقدرات وأيضا للتصورات لهذا فمحاولة قصر المعادلة الآن قائد بقائد سيكون لها ما بعدها بكل تأكيد وهذا الذي سيسمح بمواصلة هذه الحرب مع خسائر إضافية وتحييد للدور الأمريكي لأن المهم بالنسبة لإيران وأيضا لكل المحور أن يصلوا إلى قائد مقابل قائد ولا يزال الوضع قائما بغصوص إسقاط قائدين هامين قد يكون هذا هو التصور لكن إلى الآن إسرائيل تقول بأن حزب الله لديه معادلة قائد بقائد فيما إيران لديها حسابات أخرى مع الشكر جزيل وإلى اللقاء